طيب تعالوا روح للنادي الاهلي ورحلته الى تنزانيا طبعا صعوبات بالجملة من بداية الصفر فجر الامس الساعة السادسة من فجر الامس ثم الوصول ثم النوم ثم اتمرانه تمرينة خفيفة الاربع واتمران النهاردة تمرينة مش بطالة بس خفيفة هناك طبعا في رطوبة عالية جدا الجو حر جدا حتى بالليل الجو حر جدا المشكلة انه المباراة ساعة ثمانية والفطار هناك قبلها بساعتين او حاجة فهم حتى اللعيبة مش عارفين حيفطروا فين هل حياخدوا باكتات ياخدوها في الاوتوبيس هل حيتعمل لهم اكل معين يعني لسه قصة مش باينة حيفطروا ازاي المباراة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة واحنا الفرق ساعة ما بيننا وما بينهم يعني القصة مش سهلة اه عايز اقولك انه البعثة كلها الحمد لله ما فيهش اصابات ممكن يكون فيه عدم جاهزية شوية مثلا مثلا لحسين الشحات لكن ما فيهش اصابات يعني لو الراجل عايز يعتمد عليه حيعتمد عليه مروان عطية سليم الحمد اللي انا بقولك معلومات خلي بالحضرتك يعني فلو الراجل قال لحسين يلعب حيلعب اه انت عارفين حسين كان خرج من معسكر منتخب عشان كان عنده اجهاد الحمد لله ما تطورش ورجع النادي الاهلي واتدرب مع الفريق في تدريبة المارضة تدريبة كاملة والان كانت خفيفة الاهلي ما اتمرانش هناك يا دوب كله خفيف خفيف والجو كان في اول التمرين كانت تحفة اه ده ده اللي انتوا بتشوفوه ده طبعا دي تدريبات جديدة للحراس المرمة التدريبة تغير تماما اللعبة بالرجلين بقى شيء مهم جدا واللعبة كلها في حالة تركيز شديد جدا بس كان الله فعونهم يعني من حسن حظ الاهل ان بيرسيتاو ما رحش جنوب افريقيا مع المنتخب وان علي معلول ما رحش تونس مع المنتخب وان رضا سليم ما رحش المغرب مع المنتخب فدلهم فرصة للراحة شوية وللتمرين مع المجموعة اللي راحت من المنتخب الوطني المصري ان محمد هاني لعب المباراة بالكامل محمد عبد المنعم لعب المباراة بالكامل رامي ربيع لعب المباراة بالكامل وغيرهم من اللي أكرم توفيق لعب مباراة وشوية تقريبا يعني فالدنيا يعني في حالة من الإرهاق محدش يقدر ينفيها يعني لكن احنا قلنا المبررات اللي كانت موجودة بلا